اشتركوا في القناة أهلا بكم أهلا بكم نذكر اللي ضيفتي للا تكون عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر مش نرجع معها على اعتصاب الدستوري الحر مش نرجع معها على ذكرى الأولى لحملة التنوير ومواقفها من كل ما يحدث في المشهد السياسي نحكي حتى اقتصاد في مسألة الميزانية وكل المؤشرات الاقتصادية لبلادنا أيضا يكون معنا عبر الهاتف سالم البادري رئيس غرفة المخابس غير المصنفة باسفاقص والجنوب يكون حاضر معنا في البلاتو ولكن عبر الهاتف فريد بنشحا مساعدة الوكيل العام وناطق رسمي باسم حاكم المنستير والمهدية خلفهم منه شنية حكاية حرق المدرسة مدرسة ابتدائية بالمنستير اللي على ما يبدو أوراها اتلام ذا وخلينا نبدأ بآخر الأخبار المتلقى بش تكون بالمحافة لجمعة امس رئيسة الحكومة نجلة ببودن ومحافظة البنك المركزي فريقها الاقتصادي أيضا لرئيس الحكومة بفريق من البنك الدولي اللي يترأسه نئب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بالحاج المحافة هذه اللي جي في إطار جلسات التشاور لتقوم بها الحكومة مع المؤسسات الدولية المانحة وعلى أثر أو خلال المحافة هذه البنك الدولي يجدد التزامه بدعم برنامج الإنعاش الاقتصادي في تونس في سياق متصل يوافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية على منح تونس قرض بقيمة 104 ملايين أورو أي قرابة 339 مليون دينار لتنفيذ الملحة الثانية من برنامج تحديث البنية التحتية للطرقات وفق بلاغ صادر عن البنك اليوم نتوقف شوي عند المحافة اللي تعتبر مهمة ناجي مهمة محتوىها صحيح مع الناشا عليه برشة تفاصيل نعرف اللي هي محافة تمت عن بعد لكن على شكل مهمة مهمة في توقيتها نحن نتعرف اللي ما نعرفوش برشة معطيات على ميزانية 2022 ونتسألوا على مواردها منين بشجين منحين دوليين عندهم جانبهم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي اللي الأنباء كل مرة كيف شجينها مضاربة ملا يقولوا متوقفة ولا أمل فيها وكي تسمع بعض تصريحات الجانب الحكومي يقول لك لا متقدمة وتونس تلتزموا بالإصلاحات ومعنى مشكلة في هذا المستوي يجبنا فرقه بين حاشتين في مستوى المفاوضات بين المفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لتعبئة الموارد المالية لفائدة الخزينة العامة لبلاد تونسية والمفاوضات فيها متعثرة جدا نجم نقول متوقفة حاليا لأن صندوق النقد الدولي في آخر تصريح للمديرة العامة للفمي صندوق النقد الدولي قالت أنها تنتظر من حكومة نجلة فدن تقديم برنامج إصلاحات اقتصادية يشمل تقريبا النقاط التي تم الاتفاق عليها سابقا وهي مراجعة منظومة الدعم وكذلك كتلة الأجور وعدة نقاط النقاط هذه التي تقريبا وردتها وبدأت تظهر في قانون المانية 2022 وبين المفاوضات مع البنك الدولي ومفاوضات تقريبا متقدمة رغم الخطوات البطيئة بنك الدولي مول مشاريع خاصة مشاريع البنية التحتية كان يقدم مساعدة لتونس بفأض تقريبا رمزي جدا قيمة 300 مليون دولار لفائدة العائلة الفقيرة وتم الشروع في توزيحها الخطوة اللقاء اللي سار اليوم اللقاء من أجل إعادة تجديد التمويل مجددا التمويل بعض المشاريع مشاريع البنية التحتية للسنوات القادمة 22, 24, 25 ويتزامن هذا مع القرض اللي وافق عليها مجلس إدارة البنك الافريقي للتنمية اللي قيمته 104 هذي برنامج انطلقته وتقريبا عنده حوالي أكثر من تقريبا لمدة خمس سنوات ويتواصل إلى 2026 104 مليون للتحسين يعني تأهيل شبكة الطرقات وصيانة بعض الطرقات الرئيسية تعرف اللي شبكة الطرقات يعني بسبب غياب الصيانة وبسبب التقسير وبسبب غياب التمويلات الضرورية لسيانة شبكة الطرقات يعني عرفت تقريبا تراجع كبير في مستوى جودتها دونك التمويل هذا جاء لتحسين ما يمكن تحسينه مع العالم أن القرض هذا يلا نختمونا شي بالنسبة للبنك الأفريقي للتنمية كيشوفوا اللونفلوب اللي مخصوا في شكل قروض ومساعدات لفائدة البودان الأفريقية المغرب بزالتوك يحصل تقريبا على أربعة أو خمسة أضعاف ما حصلت عليها بعض البلدان الأفريقي بأنه ثم حركية ثم مشاريع تقدم للبنك هذه البنك هذا ما يعطيش فلوس يعني ما يعطيش من موالش الخزينة لكن يمول مشاريع البنية التحتية ثم حركية في مستوى البلدان هذه نحن الغالب يعني مصالح بعض مؤسسات الدولة التونسية هنا نتحدث على وزارة التجهيز وزارة المالية ورئاس الحكومة ما تماش حركية يبدو أنه ما فماش مشاريع عملية قدمت لتمويلها واضح القرض هذا ينذكر قرض البنك الأفريقي للتنمية تمت الموافقة عليه بتاريخ 17 ديسمبر بأبي جون كما أسبق وذكرته ناجي يهدف إلى تدعيم منظومة النقل ويقول قيل علاش بش تكون قادرة على تطوير أيضا بلادنا المبادلات التجارية في الجهات بين الجهات وداخلها لكن السويفي كيفاش يكون لطفي وحنا برش نسموه على قروض مثل هذا النوع أو هبات توجه للبنية التحتية توجه للإنعاش الاقتصادي للتنمية الداخلية ومن بعد ساعات يقول لك يا أما ما تصرفتش الجملة يا أما ما نعرفوش يعني يبدأ المشروع يتقص وما نعرفوش ما قالو كيفاش يكون هو معناها مع تتالي الميزانيات تأكد أن الميزانيات المخصة للتنمية وما يعرف بالتيتر دو يعني تنمية البلاد ماشية وتتضاءل معناها سنة بعد أخرى وميزانية بعد أخرى حتى وصلنا إلى هذه الحالة التي أصبحت عليها البناء التحتية في تونس بصفة عامة لكن خلينا نقولوا كلمة تكون إيجابية لمعنى أمسحنا في الأيام هنا وغير هنا نتحدثوا على إمكانية ذهاب تونس إلى نادي باريز يعني تقريبا في شكل من أشكال الأفلاس اليوم نشوفوا نقاط خلينا نقولوا موضئة بعض الشيء نشوفوا البنك الدولي ونشوفوا البنك الأفريقي نشوفوا البنك الدولي منذ أشهر عندما أصدر التقارير كان العنوان الأبرز عدم وجود اليقين السياسي في تونس اليوم بعد الإجراءات التي أخذها رئيس الدولة والتي كانت أحد المطالب الهامة للجهات الخليجية سواء كانت سياسية أو مانحين ماليين يجي المكالمة أو الجلسة هذه التي أعملها مساعد رئيس البنك الدولي لكن شكونوا رئيس البنك الدولي اللي هو داويد بالماس هو أمريكان أمس في الأيام كان وزير تقريبا الخزينة الأمريكية المتعلقة بشؤون الدولية هذا يأكد أنه الانفراج السياسي التسقيف على الأقل الذي قام به رئيس الدولة بدأ يلقي بذلاله نحو رفع ما صار يعرف بالعزلة الدبلوماسية أنه اليوم يرجع لك البنك الدولي أنه اليوم يرجع لك البنك الأفريقي رأوا هذه مؤشرات إيجابية ترسل لبقية المانحين ترسل أيضا لبقية المستثمرين على أنه البلاد هذه ربما ما زال فيها ما يستثمر يهمنا في هذا كل البنك لفمي صندوق النقد الدولي كيشوف المؤشرات هذه كما قلت أنت البنك الدولي بنك الأفريقي للتنمية وما إلى ذلك ولا حتى الجزائر زادة لمنحة المؤخران 300 مليون دولار أقل شوية من المليار ينجم يساعد هذا في تقدم المفاوضات مع لفمي الجزائر معناها على الشيرة في إطارة آخر مختلف تماما لكن البنك خاصة الدولي والبنك الأفريقي مؤكد أنهم معناها يتحركوا بتناغب مع صندوق النقد الدولي لكن صندوق النقد الدولي يبقى هو المرجعية الأساسية لأنه هو معناها تقريبا الباروماتر اللي تعتمد بقية الأيئات والمانحين الدوليين يبقى ما يطلب صندوق النقد الدولي خلافا لربما البنك مونديال والبنك الأفريقي ولا غيره صندوق النقد الدولي طالب مجموعة من الإصلاحات وهذه المرة يبدو متمسكا بها تمسكا جديدا بعد أن عانى من معطلات الحكومات السابقة اليوم في تونس نجمونا نحكيه بمنطق أن الزنقة وقفت للهارب لمجالة المماطلة صندوق النقد الدولي أما أن نجلس على هذه الإصلاحات ونتناولها نقطة بنقطة أو أن معناها لمجالة أن نرجع ونتعاون معك لكن دي ما نقول المؤشرات نحو رفع العزلة الديبلوماسية هذه اقتصادية تبدو إيجابية في العموم البنك الدولي يجدد التزام وخليفة بدعم برنامج الإنعاش الاقتصادي في تونس شنوه برنامج الإنعاش الاقتصادي هذا وينو أنت على علم به هذا مش نسأله نحن مش على علم به هذا نؤكد أن العلاقة مع البنك الدولي ما عرفتش الفتور بمثل ما هو عليه مع صندوق نقد الدولي ويبدو أن حتى وجود سيد فريد بالحاج باعتباره نائب لرئيس بنك الدولي في المنطقة له دور إيجابي على كل حال في أن تبقى المشاورات قائمة برنامج الإنعاش لحد الآن لا نعرف خطوطه العريضة والكبرى ما تماش على المستوى الاتصالي أي معطيات في هذا الشهر ثانيا كتتطور النقاشات مع صندوق بنك الدولي يكون لديها الأثر الإيجابي في علاقة بصندوق جانب سياسي ربما مسألة التسقيف السياسي تقوم بحلحلة الأمور على مستوى ديناميكية العلاقة ولكن هناك تصور لصندوق النقل الدولي في علاقة بمثل هذه الاقتصاديات التي تعيشها تونس التي تتطلب جزء من التوافق الاجتماعي في البلاد لأنه لا يمكن تمشي فيه الحكومة لوحدها تعرف هناك أطراف اجتماعيين ستطرحوا على الطاولة ملف الإصلاحات لأنه إصلاحات صندوق النقد الدولي دوما تأتي من وجهة نظر واحدة على أنه يبدو أن الحكومة والقرار السياسي في تونس لديه وجهة نظر أخرى في التعامل مع صندوق النقد الدولي مشتقف عند حدود الإقراض لكن ربما لديه وجهة نظر يبدو في مسألة الإصلاحات هذه وتدعياتها الاجتماعية وعلى مستقبل المؤسسات العمومية والشركات العمومية ومستقبل تقريب المنوى التي تنوه في البلاد ونحن نحكي عن الإصلاح الاقتصادي كالعادة تسريب وثيقة حول برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة لسنوات المتروحة من بين 2022 وأيضا 2026 يورد في الوثيقة هذه أنه يمكن اقتراح تعديلات أخرى على كتلة الأجور ورفع منظومة الدعم وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية الوثيقة قاعدين تشوفوا في بعض المؤشرات فيها على شاشة التلفز لكن ما نعرفو ناجي صحيحة مش صحيحة خاطر هذا يرجع إذا كن نرجع شوية بالوقت في بداية ماي 2021 ماي المنقذي نتذكر لريترز قدمت وثيقة موسر على أساس إنها هذه وثيقة الدولة التونسية للبنك لصندوق النقد الدولي وفيها إنه تونس تخطط لخفض كتلة الأجور ورفع الدعم تدريجية يعني الأرجح أنها تكون وثيقة رسمية لكنها مسربة كما تسربت برشا هذه فسر هنا الأرجح أنها تكون رسمية لكنها مسربة هي رسمية علش ما قدمواش للرأي العام علش خليوها تتسرب بالطريقة هذه لأنه اللي فيها ما يتقدمش للرأي العام نخوف طبعا نخوف طبعا الحكومة ما عنداش يبدو لي حسب رأي شخصي ما عنداش الجرأة الكافية لمواجهة ومصارحة الرأي العام بمضمون الوثيق هات اللخصو هات مبسطوه مضمون الوثيق هي فيها ثلاث نقاط أساسية وتقريبا هي نفس الإصلاحات اللي تم الاتفاق بشأنها مع صدوق التدريجي للدعم من هنا لـ 2026 ويعادت هيكلة المؤسسات العمومية طبعا بهيكلة البعض من المؤسسات والتفويت في البعض الآخر من المؤسسات الإجراءة الثالث وهذا هو المهم على المش يهم تقريبا حوالي 700 ألف موظف مورجعة كتلة الأجور من خلال بعض الإجراءات اللي جاء في الوثيقة أنت قلت خوف شوية لكنه ربما قد يكون صادم شيئا ما لبعض التونسة وكانت تذكر أمين عام منتحات الشغل وقت اللي خرج في الاجتماع الأخير يكشف على بعض أو جزء قليل جدا من محتوى الوثيقة هذه وقال أن الحكومة طلبت منهم منتحات الشغل في اجتماع خمسة زياد خمسة تجميد الأجور أجور الوظيفة العمومية لمدة خمس سنوات والتخفيض في الأجور بعشرة في المئة التجميد موجود وارد في الوثيقة وثيقة لأنه اللي يطلع عليها يشوف فيها برشة تفاصيل الجانب اللي يهم كتلة الأجور اللي هو مشكون عبره أولا تجميد يعني غلق باب الانتداب لمدة سنوات وتجميد الأجور مدة خمس سنوات يعني لا انتدابات ولا ترقيات ولا زيادات مع هذا فما تجيع فما إجراءات ورد التجيع على التقاعد المبكر بالنسبة لأعمارهم سنهم بين خمسين وسبعة وخمسين سناء ثم تنفيل خمس سنوات يعني أقدمية وثم يعني خلينا نقول بين ذفرين بعض الإغراءات اللي ستقدم إلى اللي يقبلوا أنهم يخرجوا للتقاعد المبكر مثلا على سبيل المثال ياخذ أما 24 شهرية راتب شهري خام موش نات وتنفيله بخمس سنوات الجانب المقلق شوية أو المقلق برشا على كل هو المتعلق بالرفع التدريجي للدعم يعني وضع حد لمنظومة الدعم طبعا زيادات في أسعار التبخ رفع تدريجي للدعم في المحروقات والغاز وخاصة للكهرباء يعني من هنا هذا حسب الوثيقة ديما نقول حسب الوثيقة المصربة الرفع التدريجي سينتهي في آخر مراحله عام 2026 وهذا فقط الفرق بينه بين الوثيقة اللي نشرتها لوتفي تفكر رويترز في ماي في مسألة الرفع التدريجي للدعم هي تقول أنه يكون بصفة متواترة وصولا إلى سنة 2024 يتم إلغاءه نهائيا وتعويضه بمدفوعات نقدية للمحتاجين فقط لغير شوف أنا منيش مشنخارط في هاللعبة الغير مشرفة تعرفها حكومة سيدة نجلة بودن مع الأعلام ومع عموم التونسيين إذا الحكومة هذه معناها خايفة من محتوى هكذا وثيقة وليست لديها الشجاعة لتقول إن كانت هذه الوثيقة رسمية أم غير رسمية من عرش غدوة كيفاش تكون عندها الشجاعة أنها تتفاوض على إصلاحات بالخطورة التي نحكي وعليها الناس الكل عنها صراحة شيء معيب في حق الأعلاميين وفي حق التونسيين بصفة عامة لم يخرج تكذيب من وزارة من رئيس الحكومة لتقول أن الوثيقة هذه غير صحيحة ولم يخرج تأكيد لتقول أنها الوثيقة وثقتها وأنها تتبنى ما جاء فيها أتذكر أنه في الكلمة الوحيدة التي ألقتها السيدة رئيس الحكومة بمنسبة إدائها اليمين في قصر كرتاج قالت أن مهمتها إعادة الثقة بين الدولة والمواطن لا أدري إن كانت بهكذا سلوكيات اتصالية قادرة على إيفاب هذا العهد صراحة شيء لا يشرف من منظور نتعطاه معها الوثيقة المسربة هذه أم لا أحنا مهنين وأخلاقين كان علينا أن لا نتعاطى مع هذه الوثيقة وإلا فإننا سنتعاطى مع كل الوثيقة المنشورة في الفيسبوك كنا نتمنى أن هذه الحكومة تضع حدا لهذه التسريبات التي عانينا من ويلاتها على امتداد عصر سنوات والتي ضربت في مقتل هيبة الدولة إذا كانت هذه الحكومة تكرس في نفس التوجه وفي نفس السلوكيات التي ذكرنا حتى ما قال راجد الغنوش عندما سوئ إلى بعض الوثيقة قال أن مصطفى خذر عثر عليها أمام قر وزارة داخلية ثم نتحدث كيف أطلفت الوثيقة التي حذرت من اغتيال البرامي وغيرها من الممارسات شيء ما فرحناش إلى وثيقة نقول إلى حكومة ما عنداش القدرة أنها تتبنى وتخرج بالإصلاحات ثم وتعلونهم وتدافع عليهم كيفاش غدا بشكون عندها القدرة في مفاوض مثلا هذا العام تنسي للشغل ثم نتشاء وجهتنا ذر منطقية ويقول شبيه الاتحاد قاعد يتغون ويتصرف كدولة داخل الدولة أحنا عانينا عشر سنوات من حكومات الارتعاش اليوم جاءت حكومة والله تلعب معنا في لعبة الكشكاش ناجي عنده ما يقول بيسفتو رئيس تحرير للبرنامج لأنه الاتصالات لا تنقطع من أجل الحصول على جهات نجم تونيرنا وتونير العام في عدم تعاطي معها يعني تقصر لا لا مع تعاطي مع الوثيقة هذه الغالب أنت عندك حكومة اختارت أنها ما تتوصلش مع الناس لا لا أنا عادت لك الكلمة أنت بيسفتك رئيس تحرير البرنامج لأنه ريت حتى احنا كفريق كأداد وقتا نحب ونفهمه كي جينا حاجة كما هكا ونحب ويبدأ عنا طرفي ووضح لنا نبدأ نقشف هذي وما عنيش حتى الاتصالين دون جدوى مهم جدا حتى في عامل نحن قاعد يعطلنا شي هذي لو كان جهك يا لطفي رأي خرجت الحكومة رأي خرجت بيان وتبرأت ولا تنصلت من الوثيقة هذه هون نزيدك حاجة صراحة ندين هذا السلوك أولا ثم نحكيه عن الوثيقة أنا أدين غياب الاتصال في مستوى الحكومة وما يجب مش يتواصل هذا اللي يجب نحكيه عنه يعني كتز تليفون بيتكلم أي وزير أو أي كاتب دولة أو أي عضو في الحكومة بيتسألوا تقولوا يا لطفي رأي خرجت هالوثيقة صحيحة ولا ليه ما تلقاش ما تلقاش ما تلقاش كون يجيب وكذا اللي صير لنا يوميا أحنا فتعاتي مع المعطيات هذه ومع المعلومات هذه والأخبار هذه قانون المالية 2022 اليوم يدور في بعض المسائل ومن عرفوش صحيح النقاط الوردة فيه شوف ثم مشكل في مستوى الاتصال الحكومي اليوم الحكومة تارف ولينا نكرر في أنفسنا بالعمل تلمو احنا في كل نهار نواجه في المشكلة ذلك الحكومة اختارت أنها تتعاطى في مستوى المفاوضات مع النقابات من خلالك المشهور عدد 20 ثم جاء خلط عليه بعد المشهور الأخير اللي يعني مركزة الاتصال ومنعت أي عضو حكومة طبعا أنت أي عضو حكومة أي بي دي جي ما عندوش الحق يخرج مش المفروض أنه وزير التشغيل هو أنه تقرسم بالحكومة سيدي كريمة دعوة مواجهة لك للحضور في برنامج غون ديفونا خلينا نحط النقاط على الحروب ما تنجم زد تمنع أو تحرم المواطن من حقه في المعلومة واضح خليفة خليفة نستسمحوك اختار هذا الاختيار الفاشيستي في اعتقادينا لكن مش من حقها أخلاقيا أنها تسرب هي الوثاق في الفيسبوك منعرفوش كيف اجتمت عملية التسريب وإحنا نقعد مهاني لآخر رحلة منعرفوش تسرب ما تسربش هي في بلا ما في بلايش منجموش نأكد كان جات ما في بلايش راي خرج التكذيب وتبرأت من هكذا تسريب علاش ما خرج تسريب تعتبر جاس نبذ تعتبر جاس نبذ نبذ لا شكرا ضعف الحج لا هذا ما دي بلان دي سي إذا السياسة هي سياسة الاتصالية ذا عكما خلنا عرفو خلنا في قراءة النواية جسوما بلان دي سي لا 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 ما شوهم همت شو هايكو ما أبتان في البروفيسيوناليزم تاعكم تاعي لا لا الحكومة هذه رجاء نحن نسنا هنا لنناقش إشاعات وتسريبات لا لا ما نقشوش إشاعات ما نقشوش إشاعات يا لطفي ما يشي إشاعة بشي نقشوها لا يا سيد هالحكومة هذه هي حكومة نجلة أبعد ما يكون من أنها تعمل يعني تستخدم التكتيك متاع البلون بيسي خليفة خليفة الوثيقة موجودة مش أول مرة تاسريب نحكي وعليه بي خليفة الوثيقة هذه مصربة موجودة لا تم نفي لا تم تأكيد نتعطعه معاها ولا ما نتعطاوش معاها من نسبة لك بصرف النظر عن الوثيقة يعني في الجانب الشكلين يمتاحها وهي وثيقة رسمية ولا غيرها مضمونيا هذا اللي موجود يعني تقريبا منذ حكومة يوسف شاهد هذا ما يطلبه صندوق نقد الدولي مزال أكثر ويعيدنا لقلب الجدل في مرحلة الانتقال الديموقراطي هل نتواصل التعام مع صندوق النقد الدولي أم لا هل يخضع عندك خيار أخر غيره تعادنا خيارات ياسر لأنه في البلاد سمسوز خيارات موارد كنين مش أجيبها شنو الخيار مش أجيب الموارد مش أنا أجيبها سمى خبراء سمى خبراء يملكون من التروحات اللي طرحت بدائل من التدقيق في قضية الديوم في تونس لإعادة المنوال التنموي للبحث عن الضرائب المفقودة في الدولة التونسية ما تغني عن الوجو لصندوقنا في الدولة ما صارش هذا خيار صندوق نقد الدولة اللي يقوله بالإصلاحات وأنا مرة عندك في الحسة الملك قلت لك المفاسد وليست الإصلاحات والمصاب وليست الإصلاحات واللجولة صندوق نقد الدولي ما يؤدي إلا إلى هذا الخيار هو اللي يطالب هذا بصرف النظر الرثي قالتنا مقايا بش تقولها رئيس الحكومة وإذا قالتها كما أجل قولها سيد ليشم الشيشي وأجل قولها الفخفاخ وأجل قولها يوسف شهد سيقولها اللي جاي بعده ثم هو هذا والجدل هل ستأتي هذه ما يسمي أنا أقول بالإصلاحات اللي هي كلها معناها في اتجاه واحد وهي لكلها مواجعة للشعب التونسي قد تأتي بزخم شعبي تحت عنوين الدعم الشعبي وقد تأتي من خلال القوى السياسية اللي بشتحكم البلاد مقايضة مقابل تمرير هذه الإصلاحات هذه مطالب صندوق النقد الدولي كلها في علاقة بالمؤسسات في علاقة بكتلة الغجور في علاقة برفع الدعم عن المحروقات وحتى عن القفة احنا مشيناله صندوق النقد الدولي احنا مشيناله شكل خيارات متاع حكومات قصدا متواصلة الخيارات هذه متواصلة وفاك متأزم انه اعادة الحوار مع صندوق النقد الدولي بالمنطق السيادي اللي ولت نقطة كيفاش احنا معدنا سيادة موتهم كما يملي شروطك كما انت يتفاوض وعندك كما قدتلك بداء المطروحة في الداخل اللي مسئلة التهرب الضريبة ويقدرها الخبراء مسئلة عدد تدقيق في وضعية الديون وتحميل المسئولية في قضية الديون للحكومات المتعاقبة ونصندوق النقد الدولي نفسه والمنحين ونمشي تقبيلة تحقي على البنك الافريقي وقال السيد بيجي نمشي مع الجزكو الدول المغرب وغيرها اكثر من نحن لان احنا افتقدنا المزاقية خليفة هالتفاوض وهالتشارك وهالحوار صار داخليا ما قلت مهم ما صار رؤية التشاركية ما ثماش حتى قبل رؤية التشاركية مش كان بعد 25 والاقبل ثم رؤية التشاركية ثم قتلة حاكمة تقرر ومعارضة تسيبه اعلامي ينقض ولكن مشيت خيارات مومة اللي اخطر من هذه الخيارات اغراق البلاد في الديون اللي هي معاش قادرة تخرج النظرة مومة ولكن قاعد يتهاوى دور الدولة في الاقتصاد التدريجين هناك مقاربات اخرى انا عندي سؤال لوتفي المفاوضات اللي نشوفوها او الاجتماعات اللي شفناها مؤخرا بين الحكومة رئيس الحكومة نجلة بودن والاتحاد العامة تنسي للشغل وخرج التصريحات حاول ربما بداية الاتفاق على مجموعة من الاصلاحات خاصة ولسيما فيما يخص المؤسسات العمومية في اي اطار اذا تندرج هذه والله يذيري خلينا معناها ديما نأكدوا ارتباط وتداخل الاقتصادي بالسياسي كنا نعتقد انه ما كجراء من حوار كان في منتهى الودية بين المين العامة هذا عام تنسي الشغل والسيدة رئيس الحكومة هو حوار اقتصادي اجتماعي اعتقدنا هذا النجاح سيكون مدخل للحوار السياسي طبعا بين رئاسة الجمهورية وساحة محمد علي لكن الذي استمعنا اليه في خطاب 13 ديسمبر صد الباب امام حتى مجرد ابقاء الامل في هكذا حوار نظرا للمفردات التي استعملها سيد الرئيس توجه الاتحاد العام التنسي الشغل الامر الذي دفع بين أردين طابوبي في مرحلة اولى كان رد فعل فوري انه كشف عما طلبته منه رئيس الحكومة حول التخفيض في الوجور ورفع الدعم وما إلى ذلك من الكلام الخطير ولكن كان منفروض أنه يبقى يعني كلاما سريا بينه بين رئيس الحكومة إلى أي مدى اليوم الاتحاد العام تنسي الشغل بيش يرجع يتفاوض في الحكومة بيش تفاوض معه بيش تفاوض معه على نقاط بمثل هذه الخطورة نهيك أنه المانح الدولي الرقم واحد لا فهميه طالب تشري كل هذه القوى فيه معلها كل ما يتم اتخاذه من إجراءات سياسية كبيرة في إطار ما يصار يعرض بالتشاركية اليوم صراحة ننتظر موقف أكثر رسانة وأكثر هدوء من الاتحاد العام تنسي الشغل فهي موقف يتفاهم الظرف الصعب اللي تمر به البلاد نرجو أن السيد الرئيس يسهل هكذا حوار بين الحكومة والاتحاد ويبتعد بعض الشيء عن تلك المفردات التي تصعب وتعقد في مهمة السيدة نجلة بودن تلك هي العلاقة الآن التي تحدد وتجمع الطرفين بغيب مونج ينتعدي الجلسة اللي صارت بين اتحاد الشغل والحكومة ما كانتش جلسة وديء وما خرجوش فرحانين صحيح صحيح أيه تصريحات عاكس ذلك إيجابية وخطوة إيجابية لا تعكس حقيقة ما جرى في الجلسة الجلسة كانت مخصصة لعرض مقترحات الحكومة على الوفد النقابي وتسلم الموفد النقابي وثيقة على ما يبدو هي الوثيقة هذه فيها تقريبا كل المقترحات لأن صندوق النقد الدولي يعني الغالبة لطف يحكي على المصدقية تونس مصدقيتها تقريبا تراجعت بنسبة كبيرة معاش السيناتور متاع رئيس الحكومة كيف يحدها ولا يشترد صندوق النقد الدولي أمضاء محافظة بنك المركزي ومعاه أمين عام اتحاد شغل وامضاء رئيس اتحاد الصناعة والتجارة الشركاء الاجتماعيين كشرط لإقراض تونس به تسلم الاتحاد العام تونسي لشغل الوثيقة معتها حتى رأي ما صارتش محادثات مباشرة ولا عرض ولا موافقة على العرض ولا طلب ولا غيره يعني طلب اتحاد شغل مهلا لدراسة الوثيقة او دراسة المقتلحات اللي قدمت العكومة واضح يتعلق بالكلمة اللي قالوا من بعد أمين عام اتحاد شغل صحيح كان الرد فعل على التصريحات رئيس الجمهورية بتعلن هار 13 ديسان بعد شوية بش نرجع للتعينات اللي أعلنت عليهم مؤخرا وزارة الداخلية فصل ثمن عود اشتركوا في القناة